جحا والثور الهائق دخل الثور الهائق حقل جحا فدأس بقدمه دقاقة جحا فماتت ثم صار يأكل الزرع ويدوسه برجليه فلما رأاه جحا أسرع نحوه وعراد أن يضربه ولكن الثور هرب منه إلى خارج الحقل فأيضا ولم يلحقه جحا حزن جحا حزنا شديدا لموت الدقاقة التي تركت فراخا صغيرة ولفقد زرعه الذي أكله الزور وداسه برجليه جمع جحا الفراخ الصغيرة وأحضر لها أشرطة سوداء وراح يربطه رؤوسها فرأاه بعض الناس وقالوا له لماذا تفعل ذلك يا جحا قال جحا حزنا على المرحومة أمهم لأنها ماتت وهم يتقبلون عزائها راح جحا يدوى على السور الذي فعل ذلك ويبحث عنه أيام طويلة وفي يوم كان جحا ذاهبا إلى السوق لشراء بعض الخضروات فرأى صورا مع رجلا فأسرع جحا يحضر إلى الصور مهرولا فلما عاد إليه رأى الرجل يبيع الصور فأراد جحا أن يضربه فأمسك به الرجل وقال له لماذا تفعل ذلك يا جحا قال له جحا في غضب اسكت أنت لا شأن لك فالصور يعرف زنبه تعجب الرجل وقال أي زنب؟ قال جحا منذ حوالي سنة مضت جاء لي هذا الصور ودخل في حقلي فقتل دقائجتي وأفسد زرعي قال له جحا هذا ما فعله فقال الرجل ربما كان الصور لم يعرف وربما يكون صورا آخر فقال جحا ولو فكل السيران أقربا اشترى جحا الخضرات ووضعها في شوال كبير ولكنه لم يضعه فوق الحمار فلحمله على كتفيه ثم ركب حماره ودع الشوال المليئ بالخضر على كتفيه وصار به فلقي أحد أصدقائه في الطريق فسأله لماذا لا تضع الشوال على زهر الحمار وتخفف عن نفسك يا جحا ولا تحمله أنت قال يا جحا اتق الله يا رجل ألا يكفيني أن يركب هذا الحمار المسكين أفتريد أيضا أن أحمل عليه الشوال فأزيده تعبا أنا تعبه قصة الحواس الخمس في إحدى الليالي تشاجرت أعضاء الجسم حول أهمية كل منهم قالت العين بدوني لا يبصر الإنسان قالت الأزن بل أنا أهم عدون فهل تستطيعون السماع من دوني قال الجلد أنا الأقوى هل تستطيعون أن تفرقنا نعم من الخشن والساخن من البارد من غيري قالت الأنف بل أنا أهم عدو فكيف تستطيعون التنفس أو شم أطيب الأطعمة من غيري قال اللسان بل أنا أستطيع أن تزوق أطيب الطعام وأفرق بين الطعام الحلو والمالح وألزه طعما إذن أنا الأقوى فقالت الحواس نحن بعضنا يكمل بعضنا ولا يستغنى الإنسان بإحدان عن الآخر جميعنا مهمين بجسم الإنسان جوحة والعلم بالشيء خرى جوحة من بيته لشراء بعض الطعام فلحقه يره الذي يحمل رسالة ويبحث عن من يقرأها لا قال الجار الحمد لله على أني رأيتك يا جوحة لقد وصلني هذا الخطاب من أحد أصدقائي فقرأه لي وافهم معناه لي يا جوحة تناول جوحة الخطاب وراح يقلبه بين يديه فوجده مكتوبا بلغة لا يعرفها فرده إلى جاره قائلا ليقرأه لك أحد غيري ولكن الجار أسر على أن يقرأه له جوحة فقال له جوحة إن أفكاري متربة يا رجل ثم إن هذه الكتابة لا أعرفها ولو كانت باللغة العربية ما استطعت أن أقرأها لك وأنا في هذه الحال صدقني غضب الرجل من جوحة وقال إذا كنت لا تعرف القراءة فلماذا تضع فوق رأسك هذه الأمامة الكبيرة وتلبس الجبا التي لا تصلح إلا للشيوخ وهم أصحاب العلم غضب جوحة من الرجل وخل عمته وجبته ورمى بها إلى الرجل قائلا إذا كنت أجد القراءة بالإمامة والجبا فغزو البسوما أنت أيضا وقرئ لنا سطرين فعل ذلك جوحة واستمر في طريقه لشراء الطعام فرأه صديقه فسأله أين ملابسك يا جوحة وقال له أهديتها لرجلا لا يعلم شيئا سأله صديقه ولي أين أن تزاهب يا جوحة قال جوحة سأشتري معلقا لطعام الغداء قال الصديق معلقا وكيف تطبخ معلقا يا جوحة قال جوحة أطبخه كالمعتاد فقال له الصديق كلا لا 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 إنما لها طبخة أفضل سأخبرك بها فقال له جوحة لا تخبرني وإن مكتبها لي في ورقة حتى لا أنسى يا صديقي نظر البائع إلى جوحة وقال ماذا جرى يا جوحة لن نتعود على رؤيتك بدون العمامة والجبة ماذا جرى أسرق كلس قال له جوحة وأنت أيضا لا تعلم شيء ثم أخذ المعلاق وعاد إلى طريقه وهو ذاهب إلى بيته وعرقا في بحر أفكاره كيف سيضبخها وبينما هو كذلك وإذا بكلب ضال ينقض ويخطف المعلاق ويسرع به بعيدا حتى اختفى لم يحزن جوحة ولم يقع في حيره بل مد يده بالورقة جهة الكلب قائلا لا فائدة لا فائدة لك فيها فلن تقدر على أكلها لأن الورقة معي فلما عاد إلى البيت ورأته زوجته على هذه الحال سألته وقال لها لقد أخذ جاري ملابسي لأنه لا يعرف شيئا وأخذ الكلب المعلاق المعلاق ولكنه أيضا لا يعرف شيئا عنه ترجمة نانسي قنقر